بعد بدء هجمات التحالف الدولي على مواقعه في سوريا في شهر أيلول سبتمبر عام 2014 لجأ داعش إلى ما يسمى مراكز الاحتجاز السرية هذه المراكز سلطت عليها شبكة سوريا لحقوق الإنسان الضوء في تقرير أسمته القاع الأسود وثقت مواقع سجون داعش والانتهاكات التي ترتكب فيها الشبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت قيامة تنظيم داعش باعتقال ما لا يقل عن 6318 شخصا بينهم 713 طفلا و 647 سيدة وذلك منذ الإعلان عن تأسيسه في شهر نيسان إبريل 2013 حتى شهر آذار مارس 2016 وسجلت الشبكة إخفاء التنظيم القسري لما لا يقل عن 1188 شخصا بينهم 411 طفلا و 87 سيدة منذ التاسع من نيسان إبريل 2013 حتى أذار مارس 2016 وتقدر الشبكة امتلاك داعش ما لا يقل عن 54 مركز احتجاز وهو الحد الأدنى لوجود مراكز احتجاز سرية وتحتوي محافظة الرقة على العدد الأكبر من مراكز الاحتجاز بـ 26 مركزا تليها محافظة دير الزور بـ 20 مركزا ثم محافظة حلب بـ 8 مراكز وأكد التقرير أن داعش ارتكب بما لا يدع مجالا للشك انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في مناطق احتلاله عبر عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وتطبيق أحكام جائرة وأوضح التقرير أن تنظيم داعش مارس التعذيب ضمن مراكز الاحتجاز بشكل منهجي كما أن بعض عمليات التعذيب تحمل صبغة طائفية وفي بعض الأحيان عرقية وفي بعض الأحيان كان هناك عمليات تمثيل بالجثث بعد أحكام الإعدام ترجمة نانسي قنقر